في مبنى محافظة عدن عقد وفث البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن لقاء موسعا مع محافظ محافظة عدن حيث استعرض مدير مكتب البرنامج السعودي بعدل المشاريع المنفذة من قبل البرنامج في المدينة مستعرضا أهم المشاريع التي يستعد البرنامج السعودي تدشيرها خلال الأيام القليلة القادمة والتي تشمل قطاعات حيوية مهمة طبعا ناقش البرنامج مع سعادة المحافظ المشاريع التي يقوم البرنامج على تنفيذها والتي ستم تدشينها الأسبوع القادم في عدة قطاعات كالطرق والكهرباء والإنارة والتعليم والصحة والرياضة والشباب وكذلك شرح سير العمل في المشاريع خلال الفترة القادمة والفترة المستقبلية بإذن الله محافظ عدن أشاد بالدور الاستراتيجي الذي يقوم به البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن مؤكدا أن المشاريع التي نفذها ساهمت في خدمة المواطنين في محافظة عدن موجها شكره للمملكة على جهودها ومشاريعها المختلفة في مدينة عدن بتعاون لشكاف البرنامج السعودي التنموي استنهض عدن بإذن الله مشاريع خدمية هناك أيضا تغيير في عديد من الشوارع في شبكة الإنارة بالطاقة الشمسية وهذا خدمة رائعة أيضا جميلة الطرق استراتيجية وشوارع ستبدأ على مراحل خلال ثلاثة أربعة أشهر استلمس عدن شبكة طرقات بعادة سفلة الطرقات الرئيسية لها لدينا برامج عد من الأسبوع القادم للتدشين وضحجر أساس العديد المشاريع وتحظى مدينة عدن باهتمام كبير من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي نفذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية بالتنسيق مع الحكومة والتي استفاد منها ملايين اليمنيين لقناة الإخبارية عبد الفتا غلاب عدن ترجمة نانسي قنقر